مرحبا أنا ألاء حمد الله واليوم رح أعمل معاكم معمول السميد بأزكى وأسهل طريقة وحتى لو كنتي أول مرة رح تعملي المعمول بوعدك رح يزبط معاك من بعد هذا الفيديو هذا المعمول ما رح تصدق قدش رح يطلع معاكم هش وطري وزاكي كتير وبدوب دوبان متل ما شايفين بالفيديو بس التزموا بالمقادير وبكم خطوة رح أحكيهم ورح يطلع معاكم أنجح معمول تابعوا الفيديو لتعرفوا الطريقة أنا بحب المعمول عندي أستخدم نوعين من السميد السميد الفرخة والسميد الوسط رح أستخدم تقريبا كيلو من السميد الفرخة أو ما يعادل 6 أكواب ورح أضيف عليهم 4 أكواب من السميد الوسط وهون بفرجيكم كيف الفرق بين السميد الوسط والسميد الفرخة أول مرحلة وأهم مرحلة بالمعمول هي بس السميد هاي المرحلة مهمة كتير لحتى يطلع معاكم المعمول ناجح جدا لعشر كاسات السميد هدول أنا ضفت عليهم 4 أكواب من السمنة الدايبة ممكن تفكروا أنه كمية السمنة كتيرة بس أنا بالنسبة إيه حسيت أن عيار السمنة هذا كان أنجح إشي معاي بالمعمول وطلع كتير طريق وهش وزاكي وهي نوع السمنة اللي أنا استخدمتها للمعمول صراحة بنصحكم فيها كتير زاكي وطلع المعمول بشهي وضفت هون معلقة كبيرة من السمنة البلدية بتعطي نكهة كتير زاكي مع المعمول حركتهم شوي بالمعلقة بس لحتى شوي تبرد السمنة وحطيت نص كوب من لطحين وهلأ رح أبلش أبس فيهم بهاي الطريقة وهاي المرحلة بتاخد معاي تقريبا خمس دقايق لأتأكد إنه كل حبات السمنة وصلها سمنة وهاي الحركة اللي عملتها هون بتبين لي إنه كمية السمنة مناسبة عندي لكمية السمنة وبخلي السمنة جوا التلاجة لمدة ليلة كاملة أو ممكن ليلتين أو ثلاث حسب وقتكم بعد ما تركتوا ليلة كاملة هلأ رح أبلش بالإضافات معلقة صغيرة من المحلب مطحونة مع معلقة سكر أقل من معلقة صغيرة من المستكا ست معالي إكبار من الحليب الناشف كوب ونص من السكر وربع معلقة صغيرة من الخميرة وربع معلقة صغيرة من الكربانة معلقتين كبار من ماء الزهر وتمن معالق كبار من القطر القطر هو اللي رح يعطي اللون الحلو وقت التحمير للمعمول هلأ رح أخلطهم كتير منيح مع بعض بعدين رح أبلش أضيف المي وأعجن بالنسبة للمي ضروري إنكم اضيفوها بالتدريج هون أنا بلشت بنص كوب بعدين كملت إضافة المي على دفعات تقريبا أخدت مني كوبين إلا شوية صغيرة من المي والمي ضروري جدا إنها تكون باردة طبعا إنتوا هون رح تحسوها إنها لسه العجينة لينة كتير هيك رح يكون قوامها بعد إضافة كمية المي اللي أنا ضفتها رح أخليها بالتلاجة لمدة ساعة كاملة وهون بعد ما طلعتها من التلاجة والاسميد عندي تشرب كل المي شوفوا ما أحلى العجينة وكيف تشكيلها كتير سهل هلأ رح أبلش بالحشوات رح أحشي الكعك بالتمر والفستو الحلبي بالنسبة لحشوة التمر بنصحكم بالتمر اللي بيكون أشقر مثل هيك طعمه بيكون كتير أزكى رح أحط معلقتين من السمنة ومعلقة صغيرة من القرفة وممكن تضيفوا الهيل أو أي نوع عبارات للكعك أنتوا بتحبوها بس أنا بالنسبة إلي بصراحة ما بحب أبالغ بالنكهات مع الكعك لأنه بحسو هيك بيكون كتير أطيب هلأ بمحضرة الطعام رح أضيف الفستو الحلبي معلقة كبيرة من السكر البودرة معلقة كبيرة من ماء الزهر ومعلقتين من القطر ورح أبلش أطحن بالفستو الحلبي طبعا بتطحنوه لحتى توصلوا للقوام اللي أنتوا بتفضلوه أنا بالنسبة إلي بحبو يكون ناعم شوي مثل ما نبين عندكم هون بالفيديو بحسو هيك بيكون أطيب هلأ بضيف معلقتين كبار من السمنة وبعجنهم كتير منيح لحتى يتشكل عندي كرات من الفستو الحلبي هيك بعرف أني وصلت للقوام اللي بديها وهيك كل إشي جاهز وهلأ منبلش بالتشكيل حبيت إني أعمل إشي بالأوالب وإشي عملته بالملقط القالب هذا اللي استخدمته بالفيديو بصراحة كتير بنصحكم فيه الشغل فيه بصير كتير أسرع وما بياخد جهد ووقت بالمرة وهنا بالملقط ونزلت لكم فيديو لأكتر من شكل يعملته بالملقط هلأ أهم مرحلة بالمعمول وهي مرحلة الخبز لازم يكون الفرن شغال أقل إشي قبل بثلت ساعة أو نص ساعة من لما الدخل الصينية عليه الفرن لازم يكون شغال من فوق ومن تحت على حرارة من 200 إلى 220 أقل إشي وبعد نص الوقت بدكم تلفوا المعمول اللي جوه بدهم يطلعوا لبرا واللي برا رح يصيروا لجوه الفرن وما بياخد أكتر من 8 إلى 10 دقايق ديروا بالكم إذا طول أكتر رح يصير آسي المعمول وفي عندي هنا شوية من السمنة البلدية أول ما يطلع المعمول من الفرن بالفرشاي مثل هيك رح أدهن على حبات المعمول هاي الحركة بتفرق معاكم كتير بطعم المعمول وبصير طعمه كتير أطيب وبتخلوا المعمول بالصينية أول ما يطلع من الفرن لمدة 10 دقايق لحتى تتماسك حبة المعمول وهيك كان الشكل النهائي للمعمول وهلأ رح أختبر معاكم حبات المعمول لأفرجيكم قديش طلع هشو ذاكي وبدوب دوابان وبنفس الوقت كمية الحشو اللي فيه طلعت ممتازة لا هي كتيرة ولا هي قليلة هون هذا بالنسبة لمعمول التمر وهلأ لمعمول الفستق الحلبي يعني بدون ما أحكي بالفيديو مبين قديش المعمول هالشو طريق جربوا على طريقتي وأنا متأكدة أنه رح يعجبكم كتير ورح تعتمدوها وصحة وهنا يا رب اشتركوا في القناة